اشتركوا في القناة لبناء العقود والمشرع تطلبها لكي تكون يعني ليكون العقد صحيحا وغير باطل فإذا كان العقد غير متوفر على عنصر الرضا فنكون أمام البطلان لأن الرضا تعتبر لكي يكون العقد قلنا بأن وجود التراضي يلزم لي وجود التراضي وجود الإرادة وتجسيد وجودها إلى العالم الخارجي وذلك بالتعبير عنها واتجاه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني وهي بعد أن وجدت وتجسدت لزمها أن تقترن بإرادة أخرى ليحصل التوافق بين الإرادتين على إحداث أثر قانوني وهو المعنى الذي يعطى عادة للعقد نفسه لكن قبل أن يبرم العقد على النحو السابق فقد يحصل أن يقدم له المتعاقدان بصفة ببعض أنواع التصرفات مثل العقد التمهيدية والوعد بالتعاقد أو أنهما يجعلانه العقد موقوفا على واقعة معينة كما في العربون ولا يخل أن يصدر التعبير عن الرذاء إما من المتعاقد نفسه وإما من الشخص ينوه عنه وهو ما يسمى النيابة في التعاقد وقد يعبر أحد المتعاقدين عن رذائه تعبيرا يخالف حقيقته بمعنى أن إرادة المتعاقد التي ظهرت بالتعبير عنها تخالفه لإرادته الحقيقية أو الباطنة فأي إرادة يتم ترجيحها والأخذ بها ولذلك يلزمنا أن نعرض في وجود التعادي إلى وجود الإرادة والتعبير عنها وحصول التوافق بينها أولا وجود الإرادة يمر وجود الإرادة بمرحلة المرحلة الأولى توفر فيها الإرادة للشخص ويمكن تثمية وجود الإرادة في هذه المرحلة بالوجود الفائل للإرادة ومرحلة ثانية يلزم فيها أن تتجه الإرادة الموجودة إلى إحداث قطر قانوني ويمكن تثمية وجود الإرادة في هذه المرحلة بالوجود الساهل للإرادة فبخصوص الوجود الفعلي للإرادة ينزم أن تكون الإرادة موجودة أصلاً عندها من يروم التهاقل وهي غير موجودة عندها المجنون وساطة التهاقل للسقر أو مرض أو التنوين أو ما شبه ذلك وعند الصدي الغير المميز أي هديم الأهلية أما بالخصوص الوجود الساهل للإرادة فمعناه أن تتجه الإرادة إلى إحداث قطر قانوني وهو لم تكون كذلك بالنتيجة تكون غير فاعلة إذا كان المقصود من التعبير عن الإرادة عدم انصراف نية الطرفين إلى الإجزام والإلتزام ومن قدير الإرادة الغير الفاعلة المجربة عن الأثر القانوني صدور التعبير من أحد الأشخاص إلى آخر بحضور غليمة أو لقيام بعمل مجاني في إطار المجاملات وكذلك التعبير عن الإرادة في دائرة العلاقات الأثرية من غير أن يرقى التعبير إلى درجة وجود الفاعل للإرادة ثانياً التعبير عن الإرادة أشكال التعبير عن الإرادة الثالث في القانون العقبي وإنطلاقاً من مدى الرذائية أنه يجرز التعبير عن الإرادة بكثة وسائل الممكنة التي تحمل الإرادة أو تحمل الإرادة إلى علم المتعاقب معه وهو لذلك لا يخذى إلى شكل مخصوص وبناء عليه يسوغ للمتعاقب أن يعبر عن إرادته في إبران التصرفات القانونية إما بشكل صريح أو بشكل دينه بل إن إرادة الشخص عندما يتعلق الأمر بالقابول قد تستفاد من سكوته في حالة السكوت المبين أو السكوت الملادي أولاً تعبير الصريح عن الإرادة يكون التعبير صريحاً إذا أصبح عن الإرادة بطريقة مباشرة بوسيلة تكشف عن الإرادة حسب المألوف بين الناس أو إذا كان المظهر الذي اتخذه مظهراً موضوعاً في ذاته للكشف عن الإرادة حسب المألوف بين الناس ويكون التعبير صريحاً إذا تم بواسطة الكتابة أو اللقم أو الإشارة المتداولة عرفاً وكذلك يكون التعبير صريحاً إذا نتج عن إتخاذ موقف لا تدع دروف الحال شكلاً في دلالته على حقيقة المقصود فالتعبير بالكتابة عبارة عن مضمون مخطوصة أو مضمون محرر قد يكون محمولاً بدعامة هادية في شكل أوراق أو مراسلات أو برقيات أو خطابات أو غيرها من الأمثلة وقد يكون محمولاً على دعامة إلكترونية في شكل أقراف فلغة أو مرنة أو بطاقات أو مساسح أسكترونيين فالكتابة إذن وسيلة ينقل التعبير عن الإرادة من متعاقب إلى متعاقب آخر في شكل واضح يفهمه ولا يلزم أن تكون الكتابة بلغة معينة بل يمكن أن تكون بلغة أجنبية ومطرق مختلفة أما بالنسبة للتعبير باللطف كل تعبير ينجزه اللسان سواء بطريقة مباشرة ويدخل في حكمه مختلف فيه اللفظية التي يتلفظ بها المتعاقب التي تعارف عنها الناس أو من طريق غير مباشر كما يحتل عادة لها طريق استعمال وسيلة للنقل اللفظ من غير الإسلام ومثاله الهاتف وغرف المحادثة وغيرها ويكون التعبير عن الإرادة أيضاً بالإشارة وفي الإشارة حركات وإماءات يستعملها غير القادر على الكتابة والخطاط ويشترط فيها أن تكون متداول عرفاً وذات مدون واضح ومثالها تحريك الرأس عمودياً للدلالة على القبول وتحريك فوقياً للدلالة على الرأس وأخيراً قد يكون التعبير عن الإرادة باتخاذ موقف لا تدع الضروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود ومن عمثلة ذلك عرض التاجر بداعته مرفوقة بثمانها أو وقوف سيارة في أجرة المكان المخصص لها أو عرض بعض الأجهزة والآلات التي تقدم خدمات معينة إلى الجمهور أو ما يسمى الآن بيئة الموزع الإلكتروني ثانياً التعبير الضبمنية عن الإرادة قلنا كلما يسمى بالتعبير الصريح عن الإرادة وكلما يسمى بالتعبير الضبن عن الإرادة يكون التعبير ضمنياً عندما لا يكون مظهره في ذاته موضوعاً للكشف عن الإرادة ولكنه يغسر بوجود الإرادة أو عندما لا يكشف عن الإرادة بطريقة مباشرة أو إذا كان يقتضي ممن وجه إليه تكثيراً خاصاً لكي يعده تعبيراً عن الإرادة أو مثال التعبير الضمني أن يقوم الموعود له في الوعد بالبيع في التصرف في الشيء الموعود به فتصرف هذا من حيث ذاته لا يكشف عن إرادة القابول ولكنه مع ذلك يغسر بوجود هذه الإرادة لوجود ضرق دل على وجودها وهو التصرف في الموعود به وكذلك المقتري يظل واضعاً يده على العين لمقترات من غير أن يعبر المقري عن اعتراضه فموقف المقتري يعبر عن التعبير الضمني بقبول تجديد الكهاء وكذلك الدائم يسلم سند الدين إلى المدين يعد تعبيراً ضمنياً من الدائم بإنهاء الدين لفائدة المدين مالاً ومن أمثلة الدين كثيرة وهو فرق بين التعبيرين يعني التعبير الصارح والتعبير الضمني من حيث الأثر مصرد معهم فكلا هما يؤثروا يعني أو ينتجوا أثر واحدة وهو الإلذام والإنتذاب لكن يبقى الفرق قائماً بين التعبيرين من حيث فرقية اشتراف المشرع بالتعبير الصارح وهنا تظهر قيمة هذا التعبير على حساس التعبير الضمني ثالثاً القيمة التعبيرية السكوت بدايةً نقول إن السكوت لا يصلح للتعبير عن الإجاب لأن الإجاب بوقته حرداً يوجب من أحد المتعاقدان إلى المتعاقد الآخر ينبغي أن يستفاد من مثلك إجابي ولا يمكن أن يستفاد من مجرد سكوته مثلك سلي وإذا تم استبعاد سكوت للتعبير عن الإجاب فهل يصلح سكوت للتعبير عن القبول؟ نرجع الإجابة على هذا السؤال إلى حين الحديث عن القبول إذن ثوافق الإرادتين سبق أن الحقد هو ثوافق إرادتين على إحداث أثر قانوني وهذا الثوافق هو السرابي ذاتي وينطرق الثوافق أولاً إلى تعدد إرادات التي هي الإجاب والقبول وثانياً إلى اختران هذه الإرادة في البعت السبب عليها البعض بأولاً الإجاب سيكون قسب الإإجاب الإجاب هو تعبير عن الإرادة معدن وكامل يعرض به شخص أخر إبراج أنقه ومن هذا التعليق نستخدف الشروط الثانية أولاً الإجاب تعبير معدن عن الإرادة ثم الإجاب تعبير كامل عن الإرادة شكرا قصدوا بالإيجاب تعبيرا معلنا عن الإرادة معنى أن يكون الإيجاب تعبيرا معلنا عن الإرادة هو أن الإيجاب تعبير واجب التسلم يعني بغي إعلانه لشخص آخر حيث يفقد الإيجاب قيمته القانونية إذا لم يعلنوا عنه أو لم يوجه إلى شخص الموجب له الإيجاب تعبير كامل عن الإرادة ومعنى أن يكون التعبير عن الإيجاب كاملا أن يتضمن الإجاب كأسفة العناصر الأساسية للعقد مراد إدرامه بحيث لا يكون إدرام العقد مسوطفاً سواء على موافقة الموجب لها فالإجاب بالبيع يجب أن يتضمن الثمن والنبيع والإجاب بالفراء يجب أن يتضمن العيل المكسرات وأجرة الفراء فتحديد هذه العناصر الأساسية في حق بالبيع والفراء تجعل الإجاب تعبيراً كامناً عن الإجرادة بحيث لا يتوقف إدرامهما سواء على موافقة المتعاقب أحد ولا يكون التعبير عن الإرادة الخامة من هذه العناصر الأساسية إجاباً بل ليس سواء دعوة معامل الإجاب أو دعوة إلى التعاقب ومن القدير ذلك أن يعلن شخص حضرة وسيلة معينة عن رغبته في اتراء دار أو بيعها دون تحقيق ثمن البيع أو وزارة أفسها قانون إتزامة العقوب تعتني أحد مثال هو المتدهب إلى الدعوة السعاقب ذكره في المادة أو في الفصل في نساسين بقوله إقامة مزايدة تعتبر دعوة السعاقب وتعتبر مزايدة مقبولاً ممن يعرض التمن الأخير ويلتزم هذا العارف بعرضها إذا قد للباق التمن معروض إذن قلنا بأن الإجاب تعبير موجه إلى شخص فبقى أن الإجاب هو تعبير عن الإرادة واجد التسلم يلذم توجيهه إلى شخص يراه تعاقد معه بتحديد موقف منه إما بقبول أو برفض ولا 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 يخوّل أن يكون الشخص الموجب يعني إليه الإجابة الموجب إليه الإجابة يعني الموجب إليه الإجابة الموجب له إما شخصاً معيناً بذاتي ويكون الإجابة في هذه الحالة إجابة خاصة وإما شخصاً غير معين بذاتي هو يديه في حالة الإجابة موجهة إلى الجمهور ويكون الإجابة في هذه الحالة إجابة عامة ولا إشكال يطار حالما يتعلق الأمر بالإجابة الخاص ولكن الإشكال يطار إلى تعلق الأمر بالإجابة العامة أي الإجابة موجهة إلى الجمهور حيث تختلف الفقر في تكييفه هل يعد إجابة أو دعوة إلى التعاكم؟ ذهب اتجاه إلى أن الإجابة الموجهة إلى الجمهور هو دعوة إلى التعاكم لا إجاباً بحجة أن الموجد له شخص غير معين بينما ذهب اتجاه آخر إلى اعتباره إجاباً مستمدين إلى فور الإجاب العام وإن كان إجاباً جمالياً موجعاً إلى عدة أفراد فهو في الحقيقة إجاب موجع إلى كل فرد من الأفراد في الحقيقة الإجاب العام بالإجابة الخاص بكتابق العديد وهي اجتمال الإجاب على العناصر التأثير للعقد المراثي براضيه إذن كيف نهيه وتنيني الإجاب؟ يعني تنيني الإجاب عن العرض قلنا بأنه لم يفضلنا القانون السبب الإلكتروني للمضايات القانونية المغربية تعريفاً للإيجاب الإلكتروني على غير حسين من الشريعات العربية الحديثة من الضمن وعملات والتجارة الإلكترونية فكان الآمنات إذن من الوزن لتعريف إيجاب العقوب الثقلية لعلى استطابق الأحكام العامة في إيجابين محبط الإختلاف بينهما قائماً بالثلاث همان التعبير عن الإجاب الإلكتروني بواسطة وصائف الإلكترونية لقد اصطلح الفقرة ثلاثة من قلن إلتزامة العقود عن الإجاب الإلكتروني بالعرض بقوله يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة في سلع أو خدمات إلى آخرين فالمقصود بالعرض التعاقدي لا تختلف مفهوم العرض العقود الإلكترونية عن مفهوم الإيجابة للعقود التقليلية سواء أن القانون اشترط في عرض أن يشمل بعد البيانات الإجبارية التي تمكن المقضي على التعاقد من التوفر على المعلومات التي تصل لبول الإتفاق ومن ثم نقول أن العرض هو تعبير جادل ومحدد عن الإرادة من جادة واحد يتم صدوره بإحدى الوسائل الإلكترونية بسبب مفضلاً على العناقر الأساسية للعقل المراد إبرامه بيانات إجبارية حددها الفصل 65 الفقرة التالية من قانون إتزامة العقود والفرق بالإيجاب والدعوة إلى التعاقد سبق أن الإيجاب هو تعبير إرادي يجتمل على العناقر الأساسية للعقل المراد إبرامه وبهذا المعنى يختلف عن مجرد دعوة إلى التعاقد أو الدعوة إلى عام الإيجاب التي تجتمل على جميع هذه العناقر وإنما تكون غاية منها يدفع الطرف الأخر إلى إتدار الإيجاب أنواع الإيجاب الإيجاب من حيث الشخص الموجب الموجه إليه إما إيجاب خاص أو إيجاب عام من حيث نفاله إما إيجاب معلق أو إيجاب ذات ومن حيث إيجابيته إما إيجاب منذن أو إيجاب غير منذن وإذا كنا قد تناولنا فقدم الإيجاب خاصة الإيجاب العام لتعريف الإيجاب فإننا نقصدها فقط على الحديث عن نوعين الأخيرين الإيجاب البات والإيجاب المعلقة الإيجاب البات إذا صدر عن الموجه ولم يكن معلقا على شرط وهذه الحالة العادية للإيجاب أما الإيجاب المعلقة هو ما اصدر عن الموجه وكان مهلقا على شرط ومثاله من يعرض بيع شيء بثمن يحتفظ بتعديله سبعا لتغيير الأسعار أو من يعرض بيع بضعة سنة على الجمهور بثمن معين مع جعله السنية محديدة فالإحتفاظ بتعديد الثمن وتحديد السنية شرطان حلق عليهم الإيجاب بالبيع علاقاد الإيجاب البات إيجابا سامنا يصلح لأن يقترل به القبول فإن الإيجاب المعلقة ليست سوى دعوة العملي للإجابة أو دعوة اسفتاح المصوّبات إذن الإيجابة الملزمة وماذا إن الإيجابة الملزمة أو المقيف و чуд Care meaningless المطلق الإيجابة المطلق و الغير الملزمة الأصل في الايجاب يجب أن يكون هذا مطلق ذهر مقيد في الأمدة المحددة حيث يكون كذلك فإنه يجوز الموجب أو الموجب الرجوع فيه طالما أن الموجب له لم يقبله أو لم يشرع بتنفيذه العقد وفي هذا المعنى قبل قبل 26 من قانون اتزامة العقوم لأنه يجوز الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالسرور بتنفيذه من طرف الآخر وهكذا لو أن تاجراً عرض على صانع أو أن يسمع له بضاعة مهينة فإن التاجر لا يتقيد الإيجابي فله أن يعدل عنه ما دام أن الصانع لم يقبل إجابه ولم يشرع في صنعبين البضاعة أو كذا لو أن شخصاً ععد على أن الشعر أن يسمع له دولاباً فإن الشخص لا يتقيد بإيجابه طالما لم يقبله من الشعر أو لم يشرع هذا الأخير في صنع الدولاب أما نصب الإيجاب المقيد ولمنظم يمكن قد يقيد الموجد إيجابه بمنتس مهينة قد تكون فريحة وقد تكون دينية الإيجاب المقيد للمتس المحددة يكون الإيجاب من له طوال المنتس الذي حددها له فراحة ولا يتحمل الموجد للإيجاب بإيمة بعدم وصول أراضي القابول من طرف المنزلة وفي هذا المعنى نصف الفقر في التواصل من قام المبكور على أنه من تقدم بإيجابة مع تحديد أمل للقبول تقوم كيماً تجاه الطرف الآخر إلى انترام هذا الأجل ويتحلل من إيجابه إذا لم يفيده قد في القابول إلى الأجل المحددة الإيجاب المقيد بمدة ظنية التحقق هذه الفرضية عندما يصدر الموجد إيجاباً في التحقق بالمراسلة دون أن يحدد له مدة فيبقى الموجد والحالة هذه مقيداً بالإيجابة طوال الدكارة المعقولة لازمة لوصول الرد من الموجد له أو الموجد له ما لن يكون الموجد قد عبر للموجد له عن رغبته الصريحة لعدم التقليد بالمدة العادية المعقولة وهنا يكون الموجد في خل من مدة إيجابة وفي هذا المعنى ذكر الصف الثلاثون من قانون إيجابة الإيجابة أنه من تقدم الإيجابة عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجالاً يبقى موسط المنبيس إلى الوقت مناسب للوصول رد الموسط الإليم لداخل أجال المحقول ما لم يظهر في وضوح المنبيسة العكس الإليم والعبرة في المدة سواء سينا الصريحة أو بيها هي المدة اللازمة للوصول الصريحة القرونة حيث تحلل الموجد لإيجابة بفواتها دون استلام بسرحة القرونة ولو كان الموجد له قد صرح هذا قرونه في الوقت المناسب لكن فالصريحه لم يصل إلى الموجد إلا بعد فوات المدة المناسبة لازم لإستلام الصريحة القرونة ويبقى للموجد له الحق في اقتداء التعويض من الجهة التي تسببت له في تأخير وصول صريحه بالقابول في الوقت المناسب وفي هذا المعنى قررت الفقرة الثاني من الصفل الثلاثون من قانون اتزامة العقود مع يلي وإذا صدرت الصريح بالقابول في الوقت المناسب ولكنه للمسير إلى الموجد فإن الموجد لا يكون منتزمن بحفظ حق الطرس الآخر كطلب التعويض من الجهة والقانون إذن مسقطات الإجاب المقصود من مسقطات الإجاب أثبات سقطه ومسقطة الإجاب بأثبات إرادية التصل بإرادة الموجد أو بإرادة الموجد لا وبأثبات من حين الإرادية سترجع إلى موقع الموجد أو إذا فقدت أو نقص أليته يعني المسقطات الإجابية الإرادية يسقط الإجاب إذا ألغاه الموجد في عداء أثله على نحو يصل معه إلى إلغاء وصول الإجاب ثم يسقط الإجاب إذا فحبه الموجد قبل قبوله من طرف الموجد له في مجلس العقل كما يسقط الإجاب عند رفضه من الموجد له بصرف النظر عما إذا كان الإجاب ملزما أو غير ملزما كو أن كان رفض مطلقا أو في شكل إجاب جديد لغى الإجاب الأول ثانيا مسقطات الإجاب غير الإرادية يسقط الإجاب كذلك إذا مات الموجد وفقد أهلته وهكذا يسقط الإجاب إذا مات الموجد بعد توجد الإجاب إلى الموجد له وقبل أن يعلم هذا الأخير به أما إذا صدر القبول عن الموجد له قبل عميه من موته الموجد فإن الإجاب يعتبر موجودا مرسبا أثاره المزرمة في دلة الوردة وكذلك يسقط الإجاب إذا فقد الموجد أهليته بنفس الشروط صادقها وفي الحالة ثانيا قبل فتل 31 ما قاموا إنتزامة العقود بأن نقص أهليته يقرأ أربع دائم ثاني إجابه لا يحول دون إتمام العقب إذا كان من وجه إليه الإجاب قد قبله قبل أن نقص الموجد ويفقد أهليته يعني الفقرة الثانية وهي فقرة القابول ماذا نقص به القابول؟ القابول له تعريف وله أنواع وله هم إشتركتية فنقوم بشرح هذا القابول القابول ما نقص به هو تعبير بات الإجاب يوجهه الموجي له من الموجي يضمنه رغبته في إضعام الهطب مع الموجي لذات الشروط مواردة الإجاب أولا تعبير عن القابول قتل هنا القول أنه لا يشترك في صدور تعبير عن الإرادة بشكل مخصوص قد يصدر التعبير بشكل صريح أو بشكل جديد والقابول يوصل بتعبير عن الإرادة يخضع ولدات ألقائية ولكن هذا يمكن أن يستفاد القابول من السقوط لا ينسب إلى ثاتب القابول هذه القاعدة في قانون الإجابة للعقول تقول بأن لا ينسب إلى ثاتب القول من مبدأ أن السقوط لا يصلح للتعبير عن القابول ومن هنا أسهل القاعدة الفقهية التي تقول إن لا ينسب إلى ثاتب القول ولكن السكوط معرض الحاجة إلى الزيان وتعتبر هذه القاعدة التي يرجع أطلعها إلى الفقهية فنولوجين قاعدات عادلة فلا ينسب إلى ثاتب لسكوته ما لم يكن من منحر فالقول بخلاف هذا المبدأ يفضل إلى نتائج غير محمود على المستوى الاجتماعي أذن يصبح كل شخص تلقى إجابا ثم سكت معرضا لأن العرض قادلا ما لم يمدد إلى إسلام رفضه للإجابة وفي هذه النتيجة ما فيها من ظلم وتعسف والإعتداء على حرية الأفراد الذين يجدون أنفسهم مجبرين والحالة هذه على رقب كل إجابة يتبقونه إنهم أرادوا استبعاد لفق قادل عنهم وما يترثب عليها من نتائج قانوني ولهذه الأسباب وضع المبأة القاعدة الفقهية الصادقة لا ينسب إلى ثاتب قول أو من سكت فلم يقبل ولكن السكوت معرض الحاجة إلى البيان وإن كان المبدأ قولت أن السكوت يعود مجرد من أن يقوم متعبيرية للدلالة على القابول فإن كم الضغر في هذه السكوت أو حالة تتصل به فتجعله قابولا لإجابة من السكت وفي هذه الحالة ينسب إلى السكت سكوته وبالتالي يستفد من سكوته أنه قد قبل ويسمى السكوت في هذه الحالة السكوت المنادي أو السكوت المبين وهذه الظروف هي التي أشرت أنها القاعدة الفقهية الصادقة حينما ذكرت أن السكوت لا يريد الحاجة أنه بيان بيان ومعناه أن الموجب موجب له وقد كان المطلومين يعدنا بالقول عن رفضه للبيان الموقفي ولكنه حينما لم يفعل عد سكوته بيانا أو قابولا قد تجعل الظروف أو الحالات التي تلدي السكوت فتجعله قابولا فيما يلي أولا المعاملة الصادقة من المتعاقدين قد تكون أحد المتعاقدين يعني معاملة صادقة مع أحد المتعاقدين مثل مشتري أحد الزبنة يشتري من البائع مثلا أحد الملابس ملابس الشخص المشتري تعود على شرائها بالثمان فأخباح هذا الشخص لن يفعل بائع كم تمنوع كما يسمى بعادة المهنة كما يسمى بالإيجاب المتمحش لمصلحة المجائدة وكثير من الأمثلة تدل على السكوت ثم هذه شروط القابول أولا شروط القابول خذت وجوب باقتران القابول بإيجاب قائم ثانيا وجوب مطابقة القابول للإيجاب وجوب اقتران القابول بإيجاب قائم بمعنى شخص الذي يريد أن يفرم أحد العقود أن يوجه قابوله ولكن أن يكون كذلك الإيجاب قائم لتعاقل بمعنى بمعنى أن يكون في سلوة ثم كذلك وجوب مطابقة في قابول لإيجاب فقط يعني القابول أن يكون مطابقا لإيجاب بمعنى شخص الذي يريد أن يبحث عنه من فهذا يوجه إيجابه ولكن قد يوجه هذا الإيجاب في المدة محددة مقيدة لكن الشخص الذي يريد أن يتعاقل وأن يكون على الدراية بأن الشخص التعاقل أو العقب الذي يريد أن يبرمه فهو لفائدة العمل لأن الشخص تكون عنه دراية لأنها مما السبب إنشاء العقب ثم اقتران القابل بالإيجاب يشترك لإبرام العقد أن يقترنا القابل بالإيجاب سواء كان التعاقدا تعاقدا بين حاضرين أو ما في حكمه فالتعاقد بفرق التليفون أو التعاقد بالمراسلة أو التعاقد بوسيق أو رسول أو كان التعاقد بوسيلة إلكترونية وهو ما يسمى التعاقد إلكتروني إذن هنا في هذه الحالات أشكال يعني اقتران القابل بالإيجاب فهي متعلبة فقط أنها تنصب في اتجاه واحد فتعصبر صحيحا إذن أستعاقد بين شخصين حاضرين فهذه المسألة تحتاج إلى التركيز فمثلا هذا الشخص يعني بين حاضرين مثل هذه مسألة عندي أما المسألة يعني استعاقد بين شخصين غائبين ونبقى أن استعاقد بين شخصين حاضرين بتعين صدور القابل في المجلس العقد يسمى أحدهم آخر وهو المجلس الذي يتم فيه التعبير عن الإيجاب القابل يتطابقان فيه ويقترينان في اسم العقب أو هو المدة الزمنية المبتدة والطرفان مقبلان فيها على التعاقب دون إعراضهم أحدهم بعد الإيجاب وقدرجع فكرة مجلس العقب إلى الفقه الإسلامي واستندتها بعده الشريعات العربية الحديثة فقد اختلف الفقهاء في تحديدهم لمجلس العقب متى يبدأوا ومتى ينفذ؟ فمنهم من اشترق الفورية في مجلس العقب حيث أوجب أن يطلق المجلس بالإيجاب وينتهي بعدم صدور في القبول فور صدور الإيجاب إذن التعاقد بين الشخصين فائدين قد يتعاقد الشخصان مع وجود فاطل زمني ومكاني بينهما فيصار مشكل تحديد الزمن والمكان الذي يبرم في ذماء العقب دائي كما سوف نعاليه في النقطة في الأذية إشكالية عديد زمان ومكان العقب مغرن بين غائبين ظهرت لبيرة التعاقد بين غائبين نظرية عديدة ومختلفة تضم نظريات إعلام القدول وينحق بها نظرية السبير القدول ثم نظرية الهند القدول وينحق بها نظرية السبير القدول أريد منكم أن تركزوا نعيد في تحديد إشكالية زمان ومكان العقب المغرن بين غائبين لأن عديد إشكالية إذا فهلتها ستستهل عليكم كثير من الأمور في مادة القانون الإتجامة والعقب أولاً المدائد التي تستخدم هذه الفقهية في تحديد زمان ومكان العقب المغرن بين غائبين أريد من تلك السبير أريد منكم أن تركزوا أوجب محمد أوجب محمد أوجب محمد التاجر أوجب محمد التاجر الموجود بمدينة الجديدة محمد التاجر هذه مفألة الموجود بمدينة الجديدة لخالد التاجر الموجود بمكنات من أجل بيعه بضاعة معينة بثامر معينة وأن خالداً هذا قبل الإيجاب يعني خالد الموجود بمكنات قبل الإيجاب من أحمد في تاريخ 17 من دي الحجة وأستلهو في تاريخ 18 من نفس الشهر فوصل إلى أحمد بتاريخ 21 من نفس الشهر والذي لم يعلموا به إلا يوم 23 من الشهر المذكور فمتى وأين يبرم العقد بين أحمد وخالد؟ إذن هنا في الجنس ألف المذاهب أولاً جاءنا مذهب إعلام القبول حاول أنصار هذا المذهب أن يطرح جملة من التساؤلات مجيدين عنها كالتالي ما المقصود بالعقد قال لك بأن العقد هو ثوافق إرادتين ولكن ما فيحصل هذا الثوافق إذا التاج هتب إرادتين الإرادات طوب نفس النتيجة وفي أي وقت بالذات يتحقق ذلك في الوقت الذي يتخذ القادل قراره بالقابل ومعناه أن التساؤلات المنشئ للعقد يحصل بصدور القبول إذن ففي هذا الوقت بالذات ينعقد العقد تاماً بين طرفيه ولا يهم إذا كان القبول لن يوثل إلى طرف المنشئ بيب أن معرفة الوقت الذي يتخذ فيه القادل قراره بالقابول شيء بعيد المنازل لأن علمه ذاتي من كوامل النفس يتعذر إثباته ولذلك كان لامينات لكي يرسب القابل أثره القانوني من تجزيز إرادة القادل في شكل مظهر خارجي معدلاً عنه مصرح به كان يكتب القابول في شكل رسالة مثالاً المثال الثابت من عقيد العقل زينام محمد وخالي حسب هذا المذهب يوم السابع عشر من دي الحجر المكنام في مدينة المكنام مدينة القابلة ثم المذهب الثاني هو المذهب دير القابول في الهولة فإن هذا المذهب الذي يمثل وقف عندها حد إعلام القابول لأنه قد تخذ رسالة القابول ويجسد هذا في شكل إرادة معدلاً عنها ولكن من يسلم بتمام ونهائية هذه الإرادة التي تم التعبير عنها فقد تمزق الرسالة وقد تلغى ماذا مجموش بلم يعلم بمضمونها كل ذلك كان سبباً برر قيام هذا المذهب الفقه الآخر وقال لك بأنه إذا وقعت شي مشتير هذه الورقات والجهازة والحطلات فلا سيكون بين المثال الوقحة بين محمد وخالد فهي في اليوم الثامن من شهر الحجة في مدينة سهل إذا المذهب وصول أو استيام القابول ومع ذلك لا يسوق أو موقوف عند هذه الحدود لأنه ليس من المحظور على القابل استرداد كتاب قبوله مدام لم يصل إلى حوزة الموجود حيث يستطيع صباً أن إمكاني استرداده للغاء من خلال استرداده برقية تصل قبل أو مع وصول القابول ذاته ولا يمنع على القابل استرداد قبوله إلا إذا وصل هذا الأخي إلى الموجود وهذا هو مذهب بصول أو استرداد القابول إذا في نظر هذا المذهب يقول لك بأن الرسالة ستوصل أو غدين عقب العقب في 21 من شهر الحجة في مدينة الجديدة ثم بعد ذلك المذهب الأخير ومذهب العلم بالقابول وهو المذهب الذي تعتبر المذهب الأخير الذي يقول لك بأن العقب فخصين العقب في يوم 23 من شهر الحجة في مدينة الجديدة ثم النتائج التي تترطب لها الزمن إنعقاد العقب تتخذ هذه النتائج مبدئين في تحديد الوقت الذي لا يستطيع فيه التعاقد وفي تحديد العدول عن إرادته وفي تحديد الوقت الذي نبدأ عنده أثاره العقب متى يمنع المتعاقد من العدول عن إرادته؟ الظهر الأهمية تحديد زمان العقب هنا في تحديد الوقت الذي لا يستطيع الموجود بعده أن يعدل عن إيجابه إذا كان الإيجاب غير منذن وكذلك الوقت الذي لا يكون إيجابه بعده أن يعدل عن قبوله فهذا وذلك يختلفان بحسب ما إذا كان العقب يتمه وقت إعلان القبول أو وقت العلم بالقبول ثم ما تمطلق أو تمطلق أثارها وإنتبه أن تتركب الأثار باختلاف بحسب ما إذا كان المدهد الثائد في هذا التشبيع أو ذلك هو مدهد إعلان القبول أو مدهد علم العلمي موفقا لذلك الإعلان لأن نتائج تحديد مكان الإنعقاد العقب أو بسببت العامة موقف قانون إكتزامات العقود في هذه المسألة كما سنفصل الغرورشين قانون إكتزامات العقود؟ يقول العقب الحاصل بالمراسلة تامة في الوقت والمكان الذين يرد فيهما من تلقى الإجاب قابوله والعقب الحاصل بواسطة رسول أو يتم في الوقت والمكان الذين يقعوا فيهما رد من تلقى الإجاب الواسطة لأنه يقبله ويتبين من المسلطات الأعلى أن المشارع المغربي تدل مع نظرية إعلان القبول لتحديد زمان ومكان العقب الحاصل بالمراسلة أو الحاصل بواسطة رسول أو وفاة وقد يبدو أن عبارة يرد الوالدة بالفتل 24 تدل على إستدار القبول أو إستاله في وضعه في صندوق الغريب أو السليمه إلى دائرة البقاء أو إلى وصيف أو أعصول والقول بالسليم أن المشارع المغربي يأخذ بنظرية إعلان القبول عوضاً عن نظرية إعلان القبول ولكن هذا السهم انتقيق له العبارة الوالدة هو إلتراف مدول كريمة الرب إلى الصريحة والإعلام وإلى هنا ننتهي أفكار اشتركوا في القناة